رقم يعني الحجم الكبير من عدد الرسائل لكن سأختصر يعني في ثلاث رسالة أنا أعتقد هما بالغين في الأهمية لعل الرسالتين البالغتين بالأهمية هي الرسالة 21-22 متعلقة بحقل الدرة واللي أنا حقيقة يعني يؤسفني أقول أن تصريح الأخ وزير النفط لقناة الإخبارية كان تصريح سيء جداً تصريح مرتبك لا علاقة له بحقوق الكويت ويؤثر على حق الكويت في هذا الأمر وأنا أعتقد على سمو رئيس مجلس الوزراء أن يرى مرة ثانية هذا التصريح الذي لا علاقة له حقيقة بحقوق الكويت في هذا الأمر لخ وزير النفط للأسف الشديد يضع احتمالية الاعتراف بحقوق الإيران بعد ترسيم الحدود وهذه كارثة شون يصنع بهذه الطريقة؟ هل هناك تنسيق مع وزارة الخارجية في هذا الأمر؟ هذا أمر يجب أن لا يمر برور الكرام ويجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يكون الخارجية في محرط تكريف المجلس له بالرسالتين 21-22 أن يفحصون هذا التصريح حقيقة تصريح سيء وعلى الأخصم الرئيس أن يراجع هذا التصريح جهود بدلتها القيادة السياسية والحكومة السابقة تنسف بتصريح سيء مثل هذا التصريح فبالتالي أنا اليوم يعني أستشعر ضرر كبير من هذا التصريح وأستشعر أيضا ضرر أن يُعهد بالصندوق السيادي عنده هذا كذي إذا أول خروج للإعلام في أول عشر دقائق يضيعنا بالطريقة تعطينا الصندوق السيادي أنا أعتقد هذه كارثة ومصيبة لأخ الرئيس موضوع الثاني وهو المتعلق بمستشفيات الضمان الصحي أخ الرئيس هذه كارثة قانونية ولما كنت عضو في بسيدار الهيئة عامة الاستثمار أخذنا قرار بتغيير الممثلين الهيئة بهذه الشركة لارتكاب أقطاء جسيمة اكتبوا بأموال البلد وباسم المساهمين ومارسوا سلطتهم ثلاثة أربعة أشخاص لمدة سنوات إلى أن صدرت أحكام قبائية في هذا الأمر وصدرنا قرار بتغيير الممثلين وصدرنا أيضا قرار بالتحقيق في هذا الأمر وأنا استقلت لهذه العامة استثمار شهر خمسة إلى اليوم لم أسمع لا بتحقيق ولا بتغيير الممثلين فأنا أعتقد هذا الأمر أيضا ماهو سهل ولا يجب أن يمر مرور الكرام بالإشارة إلى ملاحظة العضو المحترم الدكتور بير ملة أعتقد أن التصريح أوضح من واضح وأشيد به في طول وعرض الكويت والمملكة والأماكن الأخرى ولا تكن قراءتنا له كقراءة ولا تقرب الصلاة لأن هناك إشارة في تجديد واضح على الحق الحصري للكويت والسعودية في حقل الدرة تمام؟ وهو الحقيقة في هذا التصريح الرسمي الذي صدر أولا هذا الذي يمثلنا ليس ما تنقله بعض الإذاعات وبعض التلفزيونات أو غيره فالتصريح واضح ويمثل سياستنا ورأينا في الموضوع كحكومة